في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 536 عنصرا إجراميا ومصر عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 25 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرخ بالإكراه، خطف، سلاح، مخدرات وضبط معهم 231 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضمياط وبرسعيد والدقالية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 770 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش، وسناني جيرينوف، و117 بندقية، و88 بندقية ألية، و44 مسدساً و520 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و135 خزينة إضافة لـ 1659 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455 ألفاً و472 حكماً قضائياً من بينهم وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضم 35 متهماً قاموا بارتكاب 58 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 91 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي 139 متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1573 قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها قرابة 708 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 3655 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 51.5 كيلو جرام وضبط حوالي 14 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 16 كيلو جرام من مخدر الاستولوكس وعدد 34154 قرص مؤسرة و536660 قرص ترامادول مخدر وتسعة عشر ألف قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 78 مليون جنيه كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة موسيقى